لم تقنع نتائج أهداف الألفية الثالثة هالأمم المتحدة بالعضول أو تعديل الأهداف الجديدة التي وضعتها للخمس عشرة سنتنا المقبلة انتقلت من ثمانية أهداف إلى سبعة عشر ومن تقلص معيقات التنمية كالفقر والجهل والبطالة إلى القضاء عليها كليا في أفق عام 2030 رفعت التحدي إلى أعلى مستوياتها إلى مستوى لم تعد فيه مساعدة الدول المتقدمة للعالم النامي كرما وتطوعا بل ضرورة قصوى صحيح أن الأهداف التي اعتمدتها أكثر من 190 دولة عام 2000 حققت نتائج إيجابية في كثير من الدول لكنها لم تصب الهدف قبل أن تطفئ أهداف الألفية الثالثة شمعتها العاشرة عصفت رياح ما يعرف بالربيع العربي بتونس ومصر وسوريا وليبيا وأحرقت نيران النزاعات في العراق واليمن ما تبقى على لائحة الأهداف فقد اضطر أكثر من 60 مليون شخص بين نازح ولاجئ لترك منازلهم بحلول نهاية عام 2014 وهو أعلى معدل سجل منذ الحرب العالمية الثانية أرقام ستعصف لا محالة بشعار أهداف التنمية المستثمة لن نتخلى عن أحد فالنزاعات التي تعيشها المنطقة تقف حجر عثرة أمام طموحات المخططين للتنمية بل وقد تبعثر منجزتهم السابقة نفس اللغة التي استخدمتها بعض الدول للإعلان عن منجزتها لغة الأرقام استخدمتها منظمات للكشف عن مدى العجز الذي يواجهه المجتمع الدولي فحسب تقرير لمنظمة اليونسيف أدت النزاعات إلى إبعاد أكثر من 13 مليون طفل عن المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولم يعد من الممكن استخدام أكثر من 9 ألاف مدرسة في سوريا والحراق واليمن وليبيا لأنها إما تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل أو باتت تأوي أسر النازحة فأصبحت المنطقة التي كان هدف تعميم التعليم في متناول يدها حتى بضع سنوات قصيرة مضت تواجه وضعا كارثيا اليوم ولعل الدول المتقدمة التي كانت تتبجح في كثير من الأحيان بقدرتها على تحقيق أعلى نسب في معدلات التنمية لم تعد في منأة عما يحدث في الدول التي تقبع تحتها بعد أن أصبحت مقصد مئات آلاف الأجئين وحتى النواة التي تدور حولها معظم أهداف التنمية المستدامة وهي تكاليف المعيشة فقدت توازنها أكثر الأسر فقرا في العالم النامي تعيش أوضاعا أسوأ منذ خمسة أعوام وتنفق ما بين 60 إلى 80% من دخلها على الغذاء والأسر التي تعيش فوق عتبة الفقر بدأت تطل عليه برأسها بعد اتفاع أسعار الغذاء بالتالي فتبقى هذه الأهداف عالقة في حلقة مفرغة وحدهم أصحاب القرار في الحرب من يمكن أن يجدوا لها مخرجا في أوقات السلم